في فنون التكتيك العسكري والقتالي تتضح معالم القوة وتبرز نقاط الضعف فيما تكتمل المعادلة في البلاد بمساندة التحالف الدولي من جهة وتواجد الجيش الامريكي من جهة اخرى الجيش العلاقي اليوم بحسب البحرية الامريكية بات قادرا على تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية لكن في الاجواء توتر شديد يأتي على شكل صواريخ كاتيوشا المعهودة في الافق تظهر الجملة الاقرب الى القلب ان حق العراق وشعبه في ان يعرف عنه العالم تاريخا وموروثا وعراقة لا ان يعرف العالم عن بغداد ما يخلفه صدى الكاتيوشا جزء من الطيف السياسي يؤكد المؤكد في عقلية الحكومة العراقية فهو يجزم بانه من دون مساندة امريكا للعراق لا يوجد بديل اخر اما الكاظمي فيفكر بمصلحة العراق قبل كل شيء اليوم يكشف موعد الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن حيث الاخيرة الطرف الاخر لتمتين الحوار الاستراتيجي المؤمل من الحكومة العراقية على النقيض تماما تفرض الادارة الامريكية عقوبات على ايران تأتي رياحها على العراق باقاف الاعفاءات الممنوحة للبلاد لكن العقوبات مردها ايران وايران ضاربة بعرض الحائط اية محاولات دبلوماسية دولية لان تضبط العلاقات مع واشنطن اذ تحتاج العراق الى حفظ عملية المفاوضات في كل الاتجاهات فهي الساحة الاكثر ضررا مما يحدث من مصالح الدولتين المتخاصمتين ممنوحة مما ترفع تيران اشتركوا في القناة